موسيقى الاعلان في حتة والناس في حتة تانية خالص خالص ليه؟ لانه انا في تقديري المتواضع ان احنا مش عارفين نقدم ما ينفع والناس ويمكنثوا في الارض عشان كده هتلاقي القضايا اللي احنا بنقشها وبنعمل حجمها كبير قوي فوص لقيها مساحتها في الشارع صغيرة مش بنفس التأثير صحيح طبعا ان النخب السياسية والاعلامية والثقافية والفكرية والحزبية الى اخيره هي اللي بتزق البلد وبتحركها بس كتير جدا بتحركها غلط كتير بنحرك البلد غلط وكتير بنتفاعل مع افكار وبتطلع كلها بطلة يعني احنا عشنا فترات طويلة جدا من حياتنا من صورة يوليو لحد دلوقتي مثلا بنشوف انه الملكيات دي حاجة وحشة يعني الدول الملكية دي حاجة وحشة لما انت تيجي تشوف فقا انت عندك كم دولة ملكية مثلا في العالم العربي تم الملكيات الستة بتوع الخليج والاردن والمغرب هتبقى من اول حركة الاستقلال هتلاقي مصر عبد الناصر والسادات ومبارك وبعدين الصورة وبعدين مرسي المجلس عسكري بعدين مرسي بعدين عدلي منصور وبعدين السيسي ولسه احنا واقفين في مناطق منطقة اللي هو لسه ما قمناش على رجلنا لحد دلوقتي انتو بتزيبوا صور كاينها احتفاليب عبد الناصر يا شباب انا مش قصدي كده يعني ده احنا عرض تاريخي كده بس ما شاء الله الشباب جاهزين على طول اول ما قول عبد الناصر بس لا الصورة طلعت على الهواء اعداد جامد اول فانت النهاردة اما تيجي تبص هتلاقي الموضوع ماشي ازاي ماشي انه الملكيات الملكيات عشان ما تقولش الهسان تقول بعد شوية تلاقي على الفيسبوك خالد صلاح يدعو تحويل مصر دولة ملكية لا 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 مش عايز برضو عبس بس انا بقولك ازاي احنا بس انا عشنا فترة شايفين انه البلدان الملكية دي بلدان اقل مننا وان الجمهوريات دي احسن احنا جمهورية وحركة تحرر وكده تما تيجي تبص تلاقي تلاقي الملكيات نجحت في العالم العربي اكتر من الجمهوريات مع ان الجمهوريات الحركة الثقافية العربية والمصرية بالذات بعد حركات التحرر وبعد الثورات وبعد ما تخلصنا من الاحتلال فضلنا نقول ان الجمهوريات 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 وفضل طول الوقت الدول الملكية في الخليج خايفة من مصر ومن الجمهوريات خايفة من ليبيا والجزائر وتونس عشان عدوى الجمهوريات دي ما توصلش ويقلبوا الأنظمة هناك وكانت المشاكل اللي انتوا عارفينها خلال فترة عبد الناصر مع كل البلدان الملكية عبدالس كان عنده مشكلة مع السعودية وكان عنده مشكلة مع الأردن وكان منحزل وكان مع الجزائر وما كانش مكويس مع المغرب لأخيره لما تيجي بقى تشوف الملكيات دي بعد كل السنين دي كلها الملكيات استقرت أكتر من الجمهوريات والجمهوريات دي رجعت مش لنقطة الصفر لأ رجعت لما تحت الصفر يعني ما تقوليش ان وضعنا دلوقتي مصر وليبيا وتونس سوريا العراق اللي هي البلدان اللي قادت حركات التحرق الجزائر بس الجزائر يمكن وضعها أحسن شوية بس قدوا الجزائر قدوا عشر سنين إرهاب بقتله ودمه وكل حاج اشمعنا في الدول الملكية الأمور ما بتمشيش بالشكل ده ومشي باستقرار مؤسسي أكتر وفي عمل تراكمي والاقتصاد فيها شغال هتيجي واحد يقولي إيه من المستعجلين مثلا اشتراكي مستعجل أو مثلا شاكك فيه أنا عايز مصر ملكية مثلا نعلن السيسي مالك مثلا تاني يوم لا مش ده عشان برضو شيل الأفكار الوحشة دي من دمائك أنا بتكلم في أفكار في المنطق بعرض عليك قضية عشان كل همي وكل تحذيري اللي بحذره لك برجاء أنك ما تسمعش الهوهوة اللي بسرعة لأن فيه هوهوة لها بريق يطلع واحد في التلفزيون فقولك فكرة بريقة حلو توصي ايه ولاد صغيرين يعيني تفعلوا مع الفكرة هوب لبسنا في الحيط فانت شوف احنا عيشنا قد ايه بنحتقر الملكيات والأنظمة الملكية في حين ان الجمهوريات هي اللي خابت ووقعت وفشلت وتحولت إلى ملكيات برضو بس ايه ملكيات بقى ايه خارج القانون اللي عايز يورس ابنه اللي عايز يورس عيلته وإلى آخر هيجي واحد يقول ايه لأ عشان الملكيات فيها بترول والبترول كتير فهما السراء هو اللي حولهم المستقرين مش النظام الحكم لا يا حبيب طب ما ليبيا ليبيا اغنى كانت من البحرين ليبيا اغنى من البحرين ليبيا اغنى من عمان طب ما انت عندك العراق العراق اغنى من الاردن عشرين مرة عشرين ايه يعني الاردن بالنسبة ل يعني ثروة الاردن مقابل ثروة العراق لا طبعا فرق شاسع جدا يعني الاردن دي ملكيه فقير يعني مملكيه فقير يعني مش مش فقير بالمعنى الوحش يعني لكن على قده وحتى العائلة الملكة على قدها مش من أغنى العائلات المغرب شرحوا مش غنية قوي يعني المغرب مش غنية زي ليبيا كانت لكن تلاقي فيه في الدول الملكية حصل تطور نوعي اقتصادي وسياسي واستقرار أكتر من اللي حصل في البلدان الجمهورية نتيجة إيه أنا رأيي بقى تحليل التافه السازج اللي خده أو ما تخدوش النعيق والهوهوة يس يعني إيه نعيق والهوهوة يعني إنت في البلدان الجمهوريات من كتر بقى الحماسة الثورية اللي حصلت بقى الخلاص بدل الاحتلال صار كل فكرة براقة فكرة ثورية فعايزيني نطبق الاشتراكية بقى يلا إصلاح زراعي اديله مش عارف ان نتحول الى التصنيع يلا بينا هنغلب إسرائيل يلا بينا كل صورت ينا يلا بينا فستلاقي إنه كل نعيق وكل هوهوة وجدت في الوجدان وفي التفاصيل كل حاجة يديله ورئيس الجمهورية ده عارف إنه قاعد ولا ماشي يعد يجبس على نفس الناس مش عايز يمشي لا يتحاكم لإنه ما فيش سلطان ما فيش نظام تشريعي كويس فيش قوانين تحميه لما يمشي توصل الأمور بهاسط على عكس الملكيات اللي كانت مستقرة أكتر هتقول لي الملكيات مستبدة اللي يعني ليبيا ما كانتش مستبدة اللي يعني العراق ما كانتش مستبدة أحزاب سوريا يعني ما كانتش مستبدة ليه بقولي الكلام ده بقوله علشان حتى وإحنا بنتكلم دلوقتي عن برلمان وعن ديمقراطية وعن حريات وعن بناء تشريعي جديد ما نستمعش لأن عقوة لهوهوة نذاكر الأفكار نذاكر مش كل فكرة شكلها حلو انت بان كأنها فكرة حلوة فعلا لا 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 انت دلوقتي بسها ممكن هتسمع ناس تقول حملات لا للتعزيف في أقسام الشرطة هو في حد عايز تعزيف في أقسام الشرطة بيبا فيهم مزراء الداخلية بيبا فيهم الضباط شرطة تانيين بيشوفوا زميلهم بيرتجبوا أخطاء عايزين تعزيف في أقسام الشرطة طبعا لا انت ما بتخدش قضية تعزيف في أقسام الشرطة دي وتعطى هوهو عليها ويبقى المطلوب انهاء وزارة الداخلية اول نطلع واحد زي السفير الألماني فننعق كلنا وبدأ نقطع علاقتنا في ألماني الناعقوة لهوهوة هو أخطر حاجة والناعقوة لهوهوة للأسف كان دول الإعلام في الأول الوقت يبقى دول الإعلام والسوشيال ميديا فتلاقي الأفكار البراقة دي تطلع فجأة لا للتعزيف لا للمحاكمات العسكرية لا كل دي أفكار عارفك أنا نبيلة ما بسخرش من الأفكار دي لكن أنا بقول خطورة الانجراف والانجذاب إلى أفكار براقة بدون أسسه بدون ما أنا حطها في السياقة وقول والله لا ده أنا هقبل في المجتمع ده الحد ده وخلال عشر سنين هنهي التعزيف خلال خمستاشر سنة هتحول من المحاكمة العسكرية المحاكمة المدنية يكون المجتمع استقار خلال خمسة وعشرين سنة هتبتدي مثلا عمليات تدول سلطة حقيقية على أسس حزبية لكي احنا نريد أن نتكلم مثلا عن الديمقراطية وتدول السلطة قل لي السلطة تتدول بين مين ومين يعني أقول لي كده باسم أحمد رحيم فهمني كده مين حزب مثلا يتدول السلطة مين يتدول السلطة قل لي كده الوفد والدستور مثلا النور والمصطين الأحرار يعني يتدول السلطة المصر الديمقراطي وطير الاستقلال جاهز طير الاستقلال جاهز مصر الديمقراطي جاهز جاهز يعني إيه جاهز يعني جهازك العصبي جاهز تستحمل مثلا الشتيمة اللي بياخدها براهيم محلب والضغط بتاع الشارع والأزمة الكهرباء والخصومات اللي مش عارف فين والسفير الألماني بيشتم جاهز طب جاهز لا مش جاهز سيبك من دي عندك مشروع حقيقي أنا أقول والله مشروع المصرين الأحرار دا مش حل لا أنا عايز بتاع النور لا النور دا مش حل وهتولي الطير الديمقراطي يعني في مؤسسات حزبية عندها مشروعات للحكم والإدارة وكوادر تدير هذه المشروعات وتنفزها فأنا أقول دلوقتي حالا عايزين تدول السلطة هل أنا بقى ضد تدول السلطة لا أنا بقى ضد تدول السلطة أنا أتمنى نبقى زي مثلا إنجلترا فيها حزبين كبار أمريكا فيها حزبين كبار ألمانيا فيها ثلاث أربع أحزاب كبار فرنسا فيها ثلاث أربع أحزاب كبار وبيتدولوا مع بعض ليه بيتدولوا لإنه فيه مشروعات وفيه قصص وفيه مؤسسات بحسية وفيه علم وفيه معرفة وفيه كوادر وفيه مشروع أنا بقول مشروع دا اللي يمشي ومشروعك أنت لأ مش بقولك وقف مشروعك وبتيجي تسألني طب إيه مشروعك فأقولك لأ ما عنديش هممسك سلطة هبقى فكر وده اللي بيتقال هنا دلوقتي فأنا العرض السريع دا بتاع الملكيات والجمهوريات غاية منه إن إحنا نعرف إن مش كل الأفكار البراقة الجميلة اللطيفة الشيك ممكن تتنفس أو أن تكون صالحة للتنفيذ لا الأفكار البراقة الجميلة الشيك دي عايزة سنوات وصبر وحكمة ورجال لديهم منطق وعارفين يكلموا شعبهم مش بيهيجوا شعبهم مصر تدار أحيانا على المستوى الإعلامي والسياسي بالسنشول بالتحفيز العاطفي يعني اللعبة على العواطف اللعبة على المشاعر لكن في الحقيقة الناس في حتة وإحنا في حتة تانية خالص ترجمة نانسي قنقر